في بعض الأحيان مشاهدين فعلا تعرفنا على هذه الأوراق في بعض الأحيان من المسلسلات والأفلام لأن الدراما فعلا تعرفنا على العديد من الأمور بحيث تعتبر الدراما واحدة من أهم أركان بناء المجتمع حيث استطاعت أن تغير العديد من النظريات والأفكار عند الجمهور كما غيرت أيضا نهج فئات كثيرة ووايدة من المجتمع وبالتالي تنجح يوم تكون أقرب لقلوب الناس ولكن هل الدراما اليوم تحاكي قضايا المجتمع بشكل فعلا حقيقي؟ نتعرف على هذا الموضوع ويا ضيفنا في الستيديو الأستاذ معاذ الطيبة محمد علي مخرج سينمائي وتلفزيوني صباحك ورد وسعادة وإيجابية صباح الخير يا أهلا وسهلا بكم يا هلو مرحبا أشكر غنات الفجيرة على هذه الاستضافة نور تمنى أن أكون ضيف خفيف الظيل عليكم نور تيعطيك ألف عافية أستاذ معاذ مثل ما ذكرت يعني فيه أشياء جديمة يمكن وهي من التراث نحن تعرفنا عليها من خلال المسلسلات والدراما ما أهمية الدراما في طرح القضايا المجتمعية في تعريف الشخص على تراثها وعلى ماضي أيضا الدراما هي مهمة جدا جدا في واقع الإنسان نعم هي تعالج قضايا وترويق قصص مجتمعنا نعم وتعبر عنه بكل أريحية وسط نعم أستاذ معاذ هل الدراما اليوم فعلا نحن نطرح فيها مشاكلنا المجتمعية ونسعى لحلها أم لمجرد الطرح للعب على وجدان وأحاسيس ومشاعر المتلقي فقط على العموم الدراما الآن لم تتطرق إلى الطرح بشكل صحيح جدا لماذا؟ ماذا ينقصنا في العالم العربي لحتى أن نحن نشعر فعلا بأن نحن طرحنا المشكلة بشكل يعني فعلي ينقصنا الإنتاج وينقصنا التجديد في الأفكار التجديد في مختلف الأفكار عموما الدراما الآن لا ترويق قصص مجتمعنا أغلب الدراما في الأوينة الأخيرة لا ترويق طب إذا لا ترويق قصص مجتمعنا نحن في الدراما العربية في الوطن العربي ماذا نطرح فيها؟ الوطن العربي عموما الدراما فيه متنازلة نعم متنازلة أما في الغرب الدراما تطور جدا جدا صحيح من أي ناحية مثلا؟ لماذا؟ هل بسبب الإنتاج الإضاءة؟ التصوير، الأفكار أنه يبون مثلا عندهم أفكار رديدة في بعض الأحيان السيناريو، الحوار لا نحن نمتلك جميع الأفكار لكن الفكرة الفكرة كيف أنك تنفذ الفكرة بالطريقة الصحيحة وكيف إنك كمخرج ترويق القصة بالطريقة الصحيحة نعم، طب أنت مخرج سينمائي صحيح أستاذ معاد، شو اللي ينقصك كمخرج سينمائي حتى نحن أيضا ينافس الأفلام والمسلسلات بالعالم الغربي مثلا أو في الغرب؟ أو الشيطة إذا نحن لدينا هذه المواهب فعلا الموجودة تنقصنا الفكرة الجيدة وكيفية تنفيذ الفكرة بالطريقة الصحيحة التي تلائم الوطن العربي نعم التي تلائم أفكارنا صحيح، طب أنت مخرج سينمائي صحيح في الوطن العربي كممثلين هل هم يطلعون الأفكار فعلا المخرج حاب أنه يطلعها من خلال مسلسل أو فيلم أو غيره؟ لا، يوجد ركود في الإنتاج يوجد ركود في الإنتاج قديما الأعمال السينمائية نعم قديما بعض الأعمال تتطرغت في طرح الواقع بالرؤية الحقيقية أما الآن في الأعمال لم تتطرغ بالصورة الصحيحة لطرح القضايا صحيح طيب أستاذ معاد أكيد واجهت بعض الأمور في بعض الأحيان ولكن يتوجب على المخرج في بعض الأحيان أنه يغير يعني مثل الشاعر يحق له ما لا يحق لغيره ممكن يكلم السيناريست أو كاتب السيناريو والحوار يطلب منه تغيير مشهد معين لتوظيف هذا المشهد أو أنه تشايف بأنه إذا غير من هذا المنحنى إلى هذا المنحنى في أكشن أكثر أو يمكن فيها لعب على وجدان ومشاعر مثلا المتلقي هل من الممكن أن تتدخل بشغل السيناريست بهدف أن العمل يكون أجمل؟ نعم نعم إنك مخرج تدخل في شغل السيناريو وتقعد مع بتاع السيناريست وتقعد مع بتاع السيناريست وتروي القصة بالطريقة الصحيحة في مشاهد تتحزف ومشاهد بتظل موجودة نعم طيب شو الأشياء اللي ممكن مثلا تحدفها وشو الأشياء اللي ممكن تخليها؟ يعني أنا سيناريست أوكي وأنا طلبت مني مروة إلغي هذا المشهد وحطي هذا المشهد متى يستفزك هذا التدخل اللي أنت يستفزك أن أنا بلغي؟ لأنه أنا مخرج صاحب رؤية صحيح عندي رؤية معينة أنت ما عندك رؤية عشان تدخل في السيناريو نعم لكو مخرج يحق لي أحزف أي مشهد أنه لقيته ما بقدم للعمل إضافة أنه أنا أحزفه على طوله صحيح طيب أستاذ معاذ خبرنا عن أعمالك السينمائية عندي فيلم قصة الشيخ زايد نعم اللي هو فايسي مهرجان الشيخ زايد للأفلام نعم وعندي فيلم وهقة وفيلم نجبة وفيلم بر الوالدين الحمد لله أغلبيتهم فيهم رسائل إنسانية وتوعية مجتمعية ويعني قيم يمكن مثل الفيلم الأخير اللي ذكرته الحين بر الوالدين آه بر الوالدين صحيح؟ لماذا تتطرق لهذه المواضيع؟ لأنني أنا أحب والديني كثير يعني جدا جدا يعني نعم والوالد ربنا يرحم وجنة نعم أحب يعني أطرح هذه القضايا لمعالجة الإشكاليات صحيح لمعالجة الإشكاليات ولتوعية الشباب لبر الوالدين صحيح أنا عندي سؤال قد ظلي؟ عادة بالمسلسلات والأفلام يخطئون في بعض الأحيان بشيء معين يطلعون الأبن العاق علشان يوصلون بفكرة بر الوالدين ولكن الأجمل أن نفعل يوم نتناول هذا الموضوع الحساس مثلا لأن المفروض نحطي الأبن كيف هو بار بوالدين نشجع على هذا العمل صحيح أو نشجع على هذه العبادة خلينا نقول خبرنا عن هذا الموضوع في بعض الأحيان طرح المشكلة مشكلة طرح الحل هو الحل أنت وياي أول شيء ولا لا؟ وياي أنا وياك وياك أما أنت تطرح مشكلة مثلا مشكلة ابن عاق أو ابن بار أنت لازم تشوف الحل وين لازم تكون فيها رسالة هادفة رسالة هادفة للمشاهدين المشاهدين رسالة هادفة توعبة الأيال الغادمة سواء كان ابن عاق أو بار أنت تجيب الحل لازم تكون في حل لازم توجد الحل في القصة فعلا في دولة الإمارات وعلى هذه الأرض الجميلة والطيبة كلنا نشعر بأن فعلا كل الأشخاص مواطنين مقيمين كل من داس على هذه الأرض تشعر بأن عنده يمكن حب وانتماء غريب لهذه الأرض الطيبة ودوم نقول بأن والدنا زايد هو من قال من ليس له ماضي ليس له حاضر أول فيلم سويته عن والدنا زايد طيب الله فرع قصة شيخ زايد خبرنا عنها أكثر ما هي القصة؟ القصة الفيلم يحكي عن كيفية اتحاد الإمارات مع بعضها البعض وكيفية قام الوالد الماسيس الشيخ زايد رحمة الله عليه نعم بتجميع كل حكام الإمارات وعمل اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة من الصفر إلى أن جميل فضاء جميل أيضا ذكرت عندك أيضا فيلم سينمائي اسمه وهقة متى توهقت عشان تسوي وهقة؟ وهقة هذا يتحدث عن مشكلة بنت حبة واحد وفي بعض الإشكاليات أنه أخوانا معارضين الزواج نعم وفي نهاية القصة عليكت الأمر شكلك متوهق في حياتك الواقعية؟ شكلك متوهقة الحمد لله لا؟ مش يعني واقع عشت أو عايشت خيال خيال مثل الشعرين على فكرة أنتم مثل الشعراء في الأخراج السينمائي وغيره دوم نقول بأن كل شيء من الخيال فعلا المخرج يجب أن يكون صاحب خيال واسط نعم إذا ما عندك خيال ما تنفعل وما قصت نجوة نجوة ما قصتها أي نجوة؟ نجوة وهقة ونجبة الفيلم اسمه وهقة ونجبة نجمة؟ وهقة ونجبة آه ونجمة آه وهقة ونجبة أنا حسبت وهقة ونجبة لا نجبة نشبة آه نشبة آه نشبة آه أعتذر عندي مشكلة اليوم في إذوني على فكرة لا 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 خبرنا أكثر يعني أستاذ معاذ شو هي طموحك؟ وين حاب توصل وشو هي رسالتك؟ والله حابة أوصل للعالمية إن شاء الله بإذن الله بإذن الله أحب أقدم أعمال إنها تخدم المجتمع نعم بالذات الأمة العربية تعالج القضايا قضايا الطلاق تعالج قضايا المخدرات قضايا الجريمة قضايا الغش أحب أن أتناول هذا الجانب الإنساني لتوعد الشباب في المستقبل نعم أكيد للمرأة دور كبير في أيضا يعني هي التي تنشئ المجتمع والتربي وغيرها من خلال المسلسلات والأفلام هناك أيضا رسالة ببعض الأحيان تصل للمرأة تشجعها أكثر على القيام بدورها على رسالتها الصحيحة في الحياة خبرنا أكثر عن هذا الموضوع في المجتمع عموما عموما المجتمع الضرامي فشل فشل الزريف في طرح غضايا المرأة فشل كمثال والدة الزوية متسلطة فالزوجة صليطة اللسان واجبة بالشرطي والفتاة في وضع التنمر دائما من غباء الرجل أما في الواقع أكثر ذلك تماما صحيح الآن لو ذهبنا إلى أي مكان عمل لو وجدت النساء يتفوغنا على الرجل في خدمة مجتمعاتهن نعم برغم ذلك فشلت الدراما العربية في طرح هذه الظاهرة نعم صحيح هل تعتبرها ظاهرة؟ آه أعتبرها ظاهرة نعم لماذا هي ظاهرة؟ لأنه المجتمع العربية ما قد يعالج هذه القضايا طرح علينا عن طريق الدراما نعم هذه الدراما هي اللي تعالج صحيح خبرنا عن أعمالك المستقبلية في القريب يعني شو عندك؟ شو حاب تسوي؟ أو شو الرسالة اللي أيضاً حاب بتوصلها من خلال طرحها من مثلاً فيلم سينمائي أو مسلسل تلفزيوني؟ عندي فيلم عن الزواج إن شاء الله نعم بإذن الله تعالى الفيلم يحكي عن الزواج وكيفية المعالقات التي تواجهها الشباب والشابات في الزواج لتكوين الأسرة نعم للمخرج نظرة لأنه يمكن نقول بأنه يتشوف شوي أبعد ويشوف المجتمع والأفراد والقصص والمشاعر وغيره ويحاول أنه يوصل الرسالة صحيح؟ بالنسبة لك شو هي معوقات الزواج أمام الشاب العربي في 2021؟ لا تقول كورونا الله يحنك لد بالكورونا لا يخص كورونا المبالغة في المهور والمبالغة في تطلبات المرأة وهكذا يعني من هذا القبيل يعني جائحة كورونا بسطت الأمور لا بسطت الأمور بسطت ما في عرس وما في سفار ما في عرس ما في شيء صح؟ صح خبرنا أكثر من شجعك تدخلي الإخراج وغيره هل في حد في البيت مخرج أو عنده نظرة أو مصور في حد بي الإعلام أو بالأفلام أو شيء لا بروحك أنا بروحك طب من هو عرابك أو من هو القدوة اللي خلاك تتحرك لحو هذا الاتجاه فيلم سوبرمان تذكر أنا صغير عملي 9 أو 8 سنين أشاهد فيلم سوبرمان من ها يعني؟ إنه كيف أنا أكون مخرج وما شاوى ذلك؟ الشوء جميل أنه فعلا في بعض الأحيان أنه فيلم أو مسلسل كرتوني أنه يحفز الأطفال لكن ما عندك هوايات أخرى؟ هوايات أخرى من أي ناحية؟ يعني هوايات أخرى غير مثلا بديت الأخراج السينمائي أو تعرف أنه عندك نظرة أخراجية بسبب فيلم كرتوني صحيح؟ شو الهوايات الأخرى التي لمستها فيك؟ أحب كرة القدم؟ أحب الكرة، أحب السباحة، أحب الجري هذه الرياضة صحيح أكيد يعني نورتنا لهذا الصباح الأستاذ معاذ الطيبة محمد علي مخرج سينمائي وتلفزيوني نورتنا لهذا الصباح ونتمنى لك كل التوفيج آه شكرا جزيلا وإن شاء الله يكون كل الأطفال عندهم شيء يعني من فيلم كرتوني يكتشفون فعلا موهبتهم ورسالتهم في هذه الحياة إن شاء الله يعطيك ألف عافية إن شاء الله